نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم رح نتكلم على النقطة الثالثة في موضوع قواعد الحب والعلاقات خليكم معي النقطة الثالثة في قواعد الحب أو العلاقات وهي نقطة كتير مهمة في بنات بيجيهم عرسان كتير وبتظلها تقول مش هو المناسب مش هو البرفكت مش هو اللي عنده كل المواصفات اللي أنا بدي إياها ولا أنت المناسبة كلك ولا أنت اللي عندك كل المواصفات اللي هو بدي إياها لازم يكون في نعطي مجال لأنفسنا وقلنا في فيديو قبل إنه ماكي حدا بيضلع حاله يعني مش ضروري يكون طويل عشان أنا أحبه ولا يكون وسيم عشان أنا أحبه ولا يكون في عنده هاي النقطة عشان أحبه كل إنسان عنده احتياجات أنا ما بنكر في ناس بتدور على المادة في ناس بتدور على السوشال برستيج تبعها في ناس بتدور على اسم العيلة في ناس بتدور على الحالة المادية في ناس بتدور على الحب في ناس بتدور على الأمان في ناس بتدور على الاستقرار كل إنسان إلو احتياجات بيدور عليها في علاقته وبيبحث فيها عشان يلاقي الشخص المناسب بس أحياناً إحنا بنبالغ كتير بنات بقولوا لي أوكي لو أنت مار تحتي ما تكملي بس أنا ما بقول أني أنا بدي على الليبرا على الورقة والقلم يكون مزبوط إحنا بنقول في كتير ورش عمل بنقول حط المواصفات عشان تشوفي شو المواصفات اللي عندك وتعرفي ما خاوفك أكتر ما أنك أنت تحدد المواصفات هذا الشخص لكن ما في حدا في الدنيا ما في عيب حتى أنت ما فيك عيب مستحيل لازم يكون في كل إنسان فينا عيب ممكن أنا أكون بتكلم كتير غيري بيكون بحكي عن الناس كتير غيري بيكون بيكذب كتير غيري بيكون مثلاً بحبش الناس كتير بحبش يكون اجتماعي كتير مش كل شخص بدخل حياتي أقول لا لأ لإني شفت غلط ولا كل شخص بدخل حياتي أحكم عليه لأنه مثلاً هذه النقطة ما نسبتنيش لو إش كتير كبير أنا ما بقول لا لو أنت حدا كتير بهمه المادة لا ما بقول روح يتزوجي حدا مدياته صعبة أنا بقول من ناحية أنه لما أنا أكون في سن بدي أتزوج أو ببحث عن الزوج أو الزوجة المناسبة أنا مش إنسان بيرفكت ومنزل وما عندي ولا غلط لا فيه أمور الإنسان بقدر يتغاضع عنها وفيه أمور بتتصلح مع الزمن وفيه أمور ممكن الزوجة أو الزوج يأثر فيها على الطرف الآخر إذا هذا الإنسان من جوه نضيف إذا هذا الإنسان عنده قابلية للتغيير من ناحية مش إني كتغيريه لا من ناحية مثلا خلينا أقول ما بيعرف يلبس أو هذا الإنسان مثلا ما بيحب كذا السهر ما بيحب الطلعات ما بيحب النزلات هاي أمور مش كتير مهمة أنا بالنسبة لي مش كتير مهمة المهم المهم أنه يكون من جوه أبيض المهم أنه يكون كإنسان ممكن أكمل معا حياتي المهم يكون كإنسان بقدر يكون في هاي العلاقة معطاء ياخده يدي زي ما أنا بدي أاخده أدي فالمهم نفهمه ونعرفه في أي علاقة كانت زوجية علاقة حب مش شرط يكون بالمصدر وهذا الشخص زي المواصفات اللي حطتها بالزبط يعني أنا بدي طوله متر وثمانين ولو طلع متر وثمانين وخمسة وسبعين لا ما بدي ياه مش شرط مش مهمة هاي الأشياء وبرجع بقول لو عيوب إلى علاقة بطريقة اللبس بطريقة كذا بيتغير بس أنا ما بقول على إشي موجود كطبع عنده هذا الموضوع تاني أما موضوع أنه أنا مثلا أغير طريقة اللبس أغير مثلا عادة عنده لكن شغلة كأنه أنا في أخلاقه في مثلا بيشرب أنت ما بديك حدا بيشرب لو شخص مثلا بيحب البنات وانت طبعا ما بديك حدا بيحب البنات لو شخص معروف عنه أنه هو خاين أو كذاب هاي الشغلات احنا ما بنتقبلها لكن أنا برجع بقول أنت كشخص أو أنت كبنت حابة تتزوجي مش ضروري يكون كل شيء بالمصدرة وبالألم محددهم اعطي مجال لأنه أنت كمان عندك عيوب يمكن أنت مثلا حدا عصبي هو بالمقابل حدا بارد الببارد يمكن أنت حدا زنان هو ما بحبش الزن يعني في كتير أشياء عنا في أشياء ممكن نتغاضع عنها ونحسنها في حالنا ونزبطها في حالنا فما في حدا بيجي كوبي بيست زي ما أنت رسمتي ما في حدا بيجي زي ما أنت بدك هايو هذا نحط هنا بهاي الطريقة وهذا اللي أنا بديها ما في حطي في بالك أنه ما في فوسعي خياراتك بتوسيع بتوسيع راحة الكلمة من بالي بتوسيع اللي هو المواصفات اللي أنت قاعدة بتحطيها لأنه كل ما حددتي مواصفات كل ما ديأتي دائرة الجذب في حياتك نهاركم حب أشوفكم في النقطة الرابعة بالفيديو الجاي شكرا لكم